أعلنت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن المبادرات الرئاسية وعلى رأسها حياة كريمة هي جزء رئيس من الإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة عشرين ثلاثة وعشرين عشرين سبعة وعشرين ومع الخطط المستقبلية مع شركاء التنمية جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التعاون الدولي مع الاستشاري الدولي والممثل المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر سابقا أنتونيو فيجلانتي بحضور المنصقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا ومن المقرر أن يعقد وفد الأمم المتحدة لقاءا مع الجهات المعنية ويزور قرى حياة كريمة لبحث الأنشطة المقترحة مقترحة للمساهمة بها في تنفيذ المبادرة الرئاسية كما عرضت الأمم المتحدة أربعة محاور للتدخلات المقترحة من خلال أنشطة تنمية رأس المال البشري بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة